طيب لو انا دلوقتي عندي مشكلة معينة او بواجه مشاكل وفيه ناس كده بتربي بناتها او رجالة بيتربوا على فكرة ايه ما تفوتش لانك لو فوت مشكلة انت اللي هتتحمل بعد كده لو حصل منها الموقف الفلاني وانت معلقتش بعد كده ما تندمشي لما هي تقرره مرة واثنين وثلاثة والعكس لو انت فوتي له مرة استحملي بقى واشربي بعد كده ده اللي بيتقال فعلا ففكرة انه انا اقف على كل مشكلة وحللها واتناقش فيها ولوم وعاتب ده افضل ولا ايه ولا وجهة نظر قدسك ايه لا طبعا كثرة العتاب بتخلي الواحد يزهق حتى بين الاصدقاء ما لاش نتكلم حتى بين الرجل ومرأة طبعا يكون انت لكي واحدة صاحبتك وبتفضل كل موقف تعاتبك عليه وتلومك عليه انت محتاجة ده لا طبعا انت محتاجة واحدة صاحبة بالمنظر لانها تفضل كل باستمرار تعلق عليك وتعاتبك وانت ما عملتيش وكا مفروض تعملي ما عملتيش هتيجي في الاخر تقول لها ايه طبعا انت بصاحباني ده يعني ايه لازمت ده نتوقع ده بين الزوج والزوجة لما كل حاجة هتقف عليها او هو يقف على كل حاجة لها هيجي وقت انا زهقت انت مور يعني مش كل حاجة هنفضل نعلق عليها بالحاجات دي فطبعا كثرة العتاب وكثرة اللوم بيولد مشاكل كبيرة جدا وبيولد الزهق انا زهقت واسوأ حاجة في الجواز ان الطرف يتدي يزهق من التاني ده كمان بينتج عن ده انه لو حتى واحد من الطرفين عايز يعمل حاجة بس هو مش متوقع رد فعل الطرف التاني فبيكبر ده ما برضوش يعمل اقول لك ايه انا هدخل في دايرة انت عملت وانت مقلت ليش وهدخل في عتاب على ايه مش هعمل حاجة وبعدين اصي اعز اقول لك حاجة دي نقطة يمكن انت هتثريها بعد كده لكن انا حستها في كلامك انه طريقة المواجهة نفسها دي عليها اهم عامل في القصة يعني ممكن قاعد معاك اهجمك كزوج انت عملتي وانت سويتي وانت ما بتعملتي ووجه اتهامات الدفنسة عن ناحية التانية ايه لا انا ما عملتش انت اللي ابتديت انت اللي عملت وانت اللي سويت وانت عملت فطبعا هنتبادل الاتهامات فبدل ما احنا قاعدين نتعاتب عشان نحل موضوع او نصفي حاجة معينة ببساطة دخلنا في دايرة اتهامات مين اللي غلطان ومين اللي ابتدى وده رد فعل ولا فعل ووى الى اخره وبتدي استرجع بقى تاريخ حاجات قديمة يعني وده نقطة طبعا سيئة جدا في موضوع الاتهامات والحاجات دي ابتدي افتح الفايلات القديمة اصلا انت فاكرا لما حصل زمان كذا وكذا وفاكرا ما كلمتك عمضاء ده ونبتدي بقى نفتح القصة فيه ناس يا ابونا بتشيل مواقف من 30-40 سنة فعليا وبانت على المواقف دي جدار من فصل العلاقات جدار عميق يعني علاقات متدمرة من 30-40 سنة لاننا موقف على موقف على موقف كرينا بعض فده شيء صعب جدا دايما اقول للناس اللي زي كده افتكر ربنا بينسى لك اخطائك ازاي عشان انت تنسى اخطاء اللي قدامك حتى لو الشخص اللي قدامك غلط ده مفروض اسامحه يعني اذا كانت وسيط المسيح لنا ان انا سامح عدوي مش اادر اسامح مراتي ولا انا مش اادر اسامح جوزي يعني تصفيت الاجواء دايما فيها جزء مخفرة يعني وده اي كل من الزوجين لازم يقتنع بالحتة دي ايوة غلط طب هعمل لها ايه او انا هعمله ايه حموته هتطلق مش هو ده الحل يعني جزء من تصفية الاجواء مخفرة لازم اسامح وقد يكون تصفية الاجواء كلها مخفرة مش جزء يعني هي وقفة على مخفرة اسامح غلط يعني ايه المشكلة ليه انا بتوقع ان الطرف اللي قدامي ده ما بيغلطش لا هيغلط لو غلط اوكي غلط خلاص ممكن اقوله معايشا يعني خلي بالك بس من الموضوع ده انا تعبت منه بهدوق كده وخلاص لكن لما انا افضل بقى وجه اللوم والعتاب والصوت العاري بيولد مرارة وزا ما بيقوله المرارة والصخط يعني بيقولك عشان كده بوليس قال لي يعني ما بيبقاش بينكو اي مرارة ولا صخط ما بيبقاش فيك مستمرار تزمر وصخط وولوم وعتاب وكلام لا طبعا وعتاب المحبة بيبقى الهدف بتاعه مين اللي يننسي ان انا عايز اكسب الشخص اللي قده مش اخسره مش لا ومش انتصر عليه او طلعه غلطان ايوه صحيحة يعني 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 انا لما بعتبك ميني عشان عايز اكسبك وانتي بتعتبيني عشان عايز تكسبيني لكن لما انا عاتبك عشان اطلعك ان انتي غلطانة ولازم تعتزري يعني احنا هاخدش في مشاهدة وقت قولك هو ما يقليش انا اسف طبقتي مستنعين اقولك اسف يعني انت عايز تضغطي عليه لازم تطلعينه غلطان اه عشان يتأسف هنا بقى دخلت حتة الكرامة ودخلت حتة البتاع وهو مش حاسن لا طبعا وحتى لو هو حاسنه غلطانة اقولك طب ما عايز خلص ما خدتش باري مش عزم يعني يركع تحت الرجلين ويقول انا غلطت وانا اخطيت وسامحين نفعش الكلام ده